المتقلق الصحفي الرياضي محمود ضياء محمود ضياء أهلا بك مناور الدنيا يهاني زي شابتني إيه الأخبار؟ أخبارك إيه كويس؟ الحمد لله زي تولي السؤال العام جدا إيه أبرز ملاحظاتك على حفل الكرة الذهبية بالجوائز اللي توج بيها الحضور النهاردة وأبرزهم أفضل لعب في العالم كريم بن زيمة طبعا الجائزة الكبرى كريم بن زيمة مطاقع جدا ومتحقى بنسبة ألف في المية ما كانش حد عنده شك إن كريم بن زيمة واقع في العالم الاختلافات رأي على ترتيب الملكة في طبعا بعض الغائبين عن القايمة من أولها ولكن دي حاجة تخصناها من فترة ولكن بالإزايا الترتيب فيه على رجل التسام كتير البداية أولا بمركز كيفين دي بروينا كيفين دي بروينا رابع كيفين دي بروينا أقدم نصف موسم أول أقل كتير من المتوقع وكان بيتعرض لأصابات كتيرة كانش يتأسس كيفين مع رجل التسام قدم نصف موسم تاني ممتاز ولكنه في رأيي ما يخليهوش ضمن أول أربع العادين في الكرة الزهبية ما يخليهوش يبقى كثبين أحسن لعش في إنجلترا الموسم اللي قد بردو قديم للنسبة لي أهم وأبرز ملاحظة كنش أف أن محمد صلاح ممكن يكون طبيعي أنه يكون موسم التوبس دي قدم موسم ممتاز مع ليبر بول نصف أول رائع نصف الثاني كان أقل شوية ولكنه في النهاية وصل مع ليبر بول إلى نهاية دور الأفطار أوروبا وآخر منافسة لآخر جولة في الدور مع الكسين كمان تلتيب لعيبة زي لوكا مودريش زي بنيسيوس جونيور أنهما يكونوا في تلتيب أقل من كلا لنبافيش وقتها برضو قريبة وشاف أن اللعيبة دي لعبة سن المزيد اللحق أو موسم إعجازي وكان يعني بنزمة مودريش بنيسيوس وكورتواس ثم أكبرت الأربع لعيبة مؤشرين مع رجل المزيد في الموسم طب استنى بقى عشان أجي معاك عند الاختلافات دي أعرف الأول إيه معاييرك أنت معايير محمود ضياء لاختيار ترتيب اللاعبين على مستوى الأفضل يعني لو أنت هتصوت بتصوت بناء على أي معايير وأنا لسه بتكلم أن كل واحد ليه معاييره لأنه ما بيحط لكش معايير ثابتة لكن بيقول لك خد صوت فأنت لو هتصوت ليه هتختار اللعيبة طبعا أنا مطفق في ده جداً اختلافات كبيرة وده يمكن دايماً بيعمل جداً في كل موسم أنا بالنسبة لي أختار أولاً ما يقدموا اللاعب بشكل فردي وتأثير اللي يقدموا اللاعب ده على فريقه يعني وارد يكون فيه لعب بيسجل خمسين هدف في الموسم ولكن تأثير ده على فريقه مش بنفس تأثير لعب بيسجل تلاثين هدف ولكنه ليه تأثير كبير في الملعب فيبو كورتواء لم يسجل أي هدف معايير المزيد ولكنه بدون كورتواء لو كانت ضربة جزاء ليونير ميسي بتسجلت كان ممكن المغارسة تلب بعد كده أو السكورت جزيز لو ما كانش شارك ثلاث كور بتوع صلاح في الفاينل ما كانش الريال خد دوري أبطال أوروبا؟ بصدق الكلام نفسه انطبق على لوكا مودرش لوكا مودرش قدام بريسجل جرمان بيقرر أنه يلعب التمريره مش أي حد يلعبها عشان يلوح فينيسيوس جونيور بمفراد نلعب نفس التمريره لفالفيردي نلعب بعرضية لفينيسيوس ويسجل هدف في النهاية بالنسبة لي المستوى الفردي مهم طبعا البطولة في الجمعية مهمة طبعا ولكن تأثيرك كمان كلعب على تحقيق البطولة في الجمعية دي طيب هروح معك لساديو ماني اللي بيوصل للمرتبة التانية ده يمكن أفضل أرقامه على مستوى الكرة الزهبية ومباشرة خلف كريم بن زيمة نجم السنجال اللي توج برضو بالمركز التاني بعد ما كان تأهل لكأس العالم مع منتخب السنجال على حسابنا كان خد قوم أفريقيا مع منتخب السنجال على حسابنا وكان كالعادة بينافس علاقة بهداف الدور الإنجليزي لكن ما خدهاش بشكل منفرد يعني في النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي قبل ما ينتقل لباير ميونيخ شفت إزاي ده سريو ماني بالنسبة لي قد النص لمسلم أول برضو كان دعيد قوي عن المنتظر جمعية اللي بارفول كان بيتعرض لنتخبات كبيرة جدا من الجمعية ومنها الأوساط كمان في الإنجليزي في النص التاني ما بعد فوز بقوم أفريقيا المعنوات الكافحة بشكل كبير كان أفضل في النص التاني من الموسم ولكنه في رأيي أنا ما زلت عند رأيي وتكلمتها في الموضوع ده أكثر من مرة أن في منافة طلاح وماني الفوز بقوم أفريقيا أو صعود منتخب بلادك لكأس العالم قد يكون مؤثر بشكل كبير في الفوز بأفضل العبد الخر وده شيء منطقي المعيار ده ظالم قوي منطقي بس ظالم ظالم قوي ظالم قوي اللعيبة اللي حواليك دي لازم يعني ماينفعش تظلم واحد بسبب اللعيبة اللي حواليه وتعلي واحد بسبب اللعيبة اللي حواليه بالظبط لو في النهاية المنافتين اتحسنوا بضربات الجزاء بالظبط ما كانت فيه تفوق كامل لفريق على الثاني في الملعب ما بقالش إطلاقا من قدر سادي يوماني اللي هو واحد من أفضل اللعيبة في العالم كان شيء خارق خارق وكان في المرارة الصلاح فيه كان هيخليه منافس بقوة على الكرة الذهبية وطبعا في النهاية عمرنا ما نقدر ننكر ان غياب الفوز بالدوري وغياب الفوز بدوري أفطال أوروبا أفقد صلاح ومانيك تير من خلص المنافسة أصداد كريم بنزمة اللي في رأيي كان الأفضل حتى وإنك لم ينتوج بطول الدوري الأفطال مزبوط مانيك يستحق توجد في أول ثلاثة أول لكن ترين أنا لو هرجت باللعيبة بالنسبة لي فأكريم بنزمة محمد صلاح سادي يومانيا تنافس مع ديسو الجونيور ولو كامو ديسو الجونيور على المركز التالي على المركز التالي تعفكر أن دي بروينا ده يعني إعجازي برضو جوه الملعب فنان فلو هتكلم على لعيب لوحد وكده لعيب ما حصلش لكن طبعا المعايير زي ما بنتكلم والجماعة والنتائج والتأثير والفعالية بتبقى محددة بشكل طبيعي لكن أريد أن أذهب معك لجيزة أفضل لعب شاب اللي توج بها جابي النهاردة للعب برشلونة على حساب بيلنجهام وعلى حساب موسيالة وعلى حساب كامافينجا شفت إزاي الاختيار اللي شفت أنا انتقادات ليه النهاردة أنا أطفق كتير مع الانتقادات دي جابي سأجلنا بيلنجهام يمكن الدوريات في دوريات كتيرة مش متسافر في الجيل مش نفس القوة والتأثير الإعلامي الموجود لديه برشلونة وريال مادريد ولكن بالنسبة لي جمال موسيالة بيلنجهام السنائي ده أقدم موسيوم كبير بيلنجهام وهو في سن صغير جدا نفت عليه ريال مادريد لكلام عن منشيستة سيدي كمان في الموسيوم اللي جاي جابي مع بيدري أو يعني مع موسيوم برشلونة أراه في السنائية دي بالذات هو اللعب أصلي في أثير من بيدري بيدري بتفوق عليه بوضوح مش معنا كأنه هو لعب سيء لكنه مقارنة على الأقل اللي بيشوف بيلنجهام اللي هو كما ناكد متشابهة كتير ما بينهم في الملعب بيلنجهام بيتفوق بوضوح مش هنقول كاما فينجه لأن كاما فينجه برضو ما كانش أساسي في شكل كبير مع المزيد في أخر الفترات في الموسيوم ولكن على الأقل بيلنجهام بالنسبة لي محمود دياء بشكرك كالعادة نورتني وكالعادة أضافت إضافات جميلة بأرائي